السلام عليكم السلام عليكم بخير صحيح اليوم سوف نشارك معكم صايا كلوش نريد لكم كيف تفصلها هنا نأخذ جوجونس صيدة طويلة صايا جوجونس صايا بوحدها جوجونس اقوم نطوي في تطويل جوجونس نطويه ك linguנו حما بعد اروح وادح الولار لنضرف هشخص لنضيف الولار الر掌 تباة ran نسرحه بمشاكل نسرحه بمشاكل نضعه على هذا الشكل نحن نضع على هذا الشكل نضع على هذا الشكل نضع الضقالات لنضع لكم تقليل نضعه بشكل كبير و نضعه بشكل كبير و نضعه بشكل كبير و نضعه بشكل كبير لنضعنا 2 كبير إنه يجب الضائية قد نضعه بشكل كبير نضعه بشكل كبير و النضعه لنا نضعه بشكل كبير هذه العمالية الضرورة ونقسم الضرورة 82 إذاً 82 جاءتنا هنا كنت نشدها ونقسم الضرورة على سنطيم على جوج ونعوده نديره ثاني على أربعة بحاله بحال الضرورة الضرورة على أربعة وهذا على أربعة هذا على أربعة الضرورة سنتمتح والسنطيم على أربعة الضرورة 82 نقوم الفرق على أربعة دمين نرى الناس جيدا هذه النقطة مهمة نرى هنا الأقصى هنا السنطير نرى 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 ثم نرى ثم نرى نرى ثم نرى ثم نرى كما نرى 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 لسعلمنا نصممم مستاره سعرنا البتوز في قطة الأوض في قطة الألوض وقفة الألوض سعرنا بسطنة السمطم ونضع الماكرة سوف نحضر المسطرة كنتراسيو كنتراسيو نيشان هذا هو العبارة الوتوغ الحزان هنا طول الحزان نشده سانطيم من هذه البلاصة يعني من هنا البلاصة الحزان لا تشده لمنججن من هنا تشده من هنا يعني الوسط تشده من ثم تقبره تل تحت على طول السيدة من هنا مثلا طول السيدة من ثم وانتو مجيين وكتراسيو وكتراسيو حتى الاخر وكتراسيو 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 نتمنى البنات تكونوا فهمتوني ان شاء الله انا قدرنا ندير معكم الفنيت باش نسوخر الكاميرا اللور وتشوفوا مزيان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونصابوا نطول معكم هذا هانتو مدابا اشتركوا في القناة باش يبال لكم مزيان من اللي درت الفنيت قاعد ما تخافوا منه من اللي درنا الفنيت قاعد ما تخافوا منه أريد خارجات هنا هن قطعوا قدامكم البنات باش تشوف هذا الفناس الراسيت هذا الفناس الراسيت ديال الحزام ديالة الوطوخ ديالة ٨٢٥ انا غنقطعوا معاكم هانتو مم نيشان غيتقطع هانتو هذه هي الطلاح هذه هي الصياة شفتوها شكيكجي هيا بالفنين سوف نشد مازال تحت ونبدأ سوف نتراسي شكيكجي هيا بالفنين شكرا هذا حلوة سوف نتراسي سوف نتراسي من احدث شكرا ثم نتراسي ثم نتراسي ثم نتراسي يجب أن نقوم بتقريباً بلدها من كتاب 137 إذا أردت 137 يجب أن تقريباً منها 40 ما ستبقى؟ ستبقى من هنا إلى 137 ستأتي هنا 137 ستأتي هنا سنقوم بلدها هنا هنا بحال هك هاي جاتنا هنا هنحطه التقالة هنا هاي جاتنا قد قد في ذك المغصل اللي ناقص شفتوه حيث مني قطوة التوب مقنت لا بالدمه كي يجي هذا ناقص حديرها حيث مقنت بحال الزيف كي يجي هذا ناقص وكي يجي هذا الهابط هاد الهابط كتقدر تأخذه منه مثلا الحزام تأخذه منه البوش تأخذه منه اللي بغيته المهم الطول ديال السيدة هو هاده تماما ههو جانا هنا ههو الهاتي 41 هي هادي جانا هنا هنحطه حالة الشكل 136 ديالتنا جاتنا هنا هشهتونا هاد 136 قد تبقاه وغادين فيها بحلاك 136 136 كانت مننا يا رب تفهموا لما فهمتوش قولوا لي في كومنتر ونهضر معكم نيشا في الخاص مباشرة كتبقي غادة أختي المبتدئة كتبقي غادة وكتحطي في ديك ستوتلاتين اللي تحطت في الحزام من هنا السيدة عندها مترو والستوتلاتين خذينا السدرية من الفوق من عناها حيدناها وما تبقى لتحت ستأخذي من هذه حتى لتحت الحل اللي عندها في الطول ديالها نوريك الصايا ديالها قدر في الطول عندها ستوتسعين في الطول ها هي ستوتسعين في الطول ها هي ستوتسعين ستأخذيها بحلقة ستترسيها ستبقي غادة وكتدري ستوتسعين حتى تدوري بالكلوش ديالك كامل ستترسيت هنا سنقطع ستوتسعين ها هي ستوتسعين هي شبكة ونستطيع وتنزل ورشتش رسسة نريد قطعتها بشوية بشوية باش نزر الطوب كامل حطها بلا عندي فيها غير هاد الارض ما كفانيش مع هاد الكلوش رخصك تتسرحي في الارض هانتون كدلي بحلالك وتكملي العبار ديالك ديال ستوتسعين اللي في الصاية ديال السيدة ستوتسعين عندها فطول ديال هذا ديال فطول ديال الصاية دائما هناخدو ستوتسعين هلا هكا ها هي ستوتسعين هنا وانتي غادة وكتراسي ديك ستوتسعين وانتي غادة وكتراسي هادك ستوتسعين بحل ها هكا بحل ها هكا من المتركة بحل هكا بحل هكا فطول بحل ها هكا دائماً 96 هبطات كاملة في الدورة نحل دائماً لفنيت كيف فجلت تقريباً لدينا جهة مصدودة ومحلولة تدري المصدودة في التظهر والمصدودة فيها السدف من القدام نرى كيف ستحل كيف ستكون سوف ندور الكاميرا شوفوا كيف شكتشي شوفتوا البنات شكي كتشي كلوش شوف هانتون شكي كتشي هانتون شوفوا هانتون شوفتوا شوفوا شوفوا هاد 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 مرحبا كتجي من خلال ذاك القنط اللي انتو ما فصلتو عليه ذاك القنط اللي شديتو في الاول اعقلتو فاش وريتكم ذاك القنية من اللي كتفصلوا عليه كتجي الصايا بحالكوا او الكسوة هان بدون ما تديرو لي فخانس كتجي هاكم موجة بحال هاكدا وهذا شي لغا نقول لكم البنات كنتمنى من الله الشرح ديالي يوصلكم مزيان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته